زيارة آل ياسين بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان غدينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء الليل وأطرافي نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك يا ايها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنوت السلام عليك حين تركع وتسجود السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك حين تصلي 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 وتمسي السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخير وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعدة والوعيد بهما حق يا مولاي شقيا من خالفكم وسعداء من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم ومودتي خالصة لكم آمين 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 الدعاء عقب هذا القول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمة نورك وأنت املأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالات لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقصتك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبواري الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتق بالخائف والولي الناصيح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الوراء وخيري من تقمصا وارتدا ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجسة وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه ومنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذ الخاذليه واقصم قاسميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاريه وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين